بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبناء الطلبة سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان الأعداد المركبة والتهويلات النقطية رقم 10 لأن الأرقام الأخرى موجودة على قناتنا في اليوتيوب إذن لكي وننصح شعبة العلوم وشعبة التقني وشعبة الرياضيات بمتابعة الحل ولننطلق على بركة الله قال حل في مجموعة الأعداد المركبة المعادلة التالية إذن نقول حل المعادلة المعادلة أعطيت لنا عبارتها لاحظوا ها هي العبارة إذن بما أنها معادلة من الدرجة الثانية معناه نفكر في شيء واحد ألا وهو المميز إذن ننطلق نقول دالتا يسوي لنا بي مربعة ناقص أربعة في A في C تصبح لنا دالتا يسوي البي ها هو أمامكم تصبح لنا ناقص اثنان جذر ثلاثة الكل مربعة ناقص أربعة في الأ واحد في السي وهو أربعة فتصبح لنا دالتا يسوي هذه لما نربعها تصبح لنا هنا أربعة وهنا جذر ثلاثة لما يربع يصبح لنا ثلاثة في أربعة إذن عشر ناقص ستة عشر تسوي لنا كم ناقص أربعة وهذه لما كنا في الأعداد الحقيقة كنا نقول لا يوجد حل لماذا لأن لا يمكن وضع هذا تحت الجذر لكن جاءت الأعداد مركبة وقالت أن ناقص واحد يسوي إي مربع معناه هذه القيمة أبناء نعوذها هنا فتصبح لنا أربعة إي مربع فيصبح لنا جذر دالتا يسوي أن أربعة إي مربع تحت الجذر الأربعة تخرج بالإثنان والإي مربع يخرج بإي إذن جذر دالتا كم أصبح يا أبنائي أصبح لنا هذه القيمة إذن جذر دالتا يساوي إثنان إي ننطبق الآن لنستخرج الحل يصبح لنا زاد واحد يساوي ناقص بي ها هو البي ناقص مع هذا النقص بحزائي اصبح لنا إي ثنان جذر ثلاثة ناقص جذر دالتا لهو ناقص إثنان إي على إثنان في آ لهو إثنان في آ الآن هنا واحد فنختزل هذا مع هذا مع هذا فيصبح لنا زاد واحد يساوي لنا جذر ثلاثة ناقص إي الحل الثاني معناه هو المرافق لماذا؟ لأن هنا نضع إلا زائد فقط فتصبح لنا زاد إثنان يساوي لنا جذر ثلاثة زائد إي ومنه ماذا يصبح لنا آس لهم جموعة الحلول يساوي لنا زاد واحد وزاد إثنان بهذه البساطة فقط الآن ننتقل إلى السؤال الهندسة قال نعتبر في المستوى المركب المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجنس النقط A و B و C لوحقها على التالي لاحظوا جيدا هذه لوحق النقط A و B و C إذن قال السؤال أنشئ بدقة النقط الثلاثة اللي هي A و B و C إذن نقول هنا إنشاء النقط A B و C إذن ننطلق في النقطة الأولى اللي هي A وقال بدقة معناه فيه خطة لتعيين لرسم هذه النقط ذات اللواحق أولا نقول نحسب لماذا؟ لأن هنا الأمر على محور التراتيب نعم يوجد لنا النقطة A هذه لو نأتي إلى إحداثيها الأ إحداثيها الجذر ثلاثة والواحد هذا هو الـ Y وهذا هو الـ X الـ Y سهل المعنى لأنه واحد أما جذر ثلاثة كي نعينه في المعلم يصعب ذلك وقال هو بدقة ما معنى بدقة؟ يعني بقيم مضبوطة هنا ماذا نأتي يا أبنائي؟ أولا نحسب طاولة الزاد A هذا الشرط الأول إذن الطاولة ماذا تسوي لنا؟ الحقيقي مربع تحت الجذر يعني أولا الجذر جذر ثلاثة لما نربعها تصبح لنا ثلاثة والعدد المضروب هنا في الـ لما نربعه يصبح لنا واحد تصبح لنا كم؟ تصبح لنا أربعة تحت الجذر وأربعة تحت الجذر هي إثنان هذا الشرط الأول إذن ماذا نقول؟ نرسم لاحظوا جيدا نرسم دائرة مركزها المبدأ إذن مركزها المبدأ اللي هو O صفر صفر هذا الشرط الأول تابعوا نقوم برسم دائرة مركزها O ونس قطرها R يسينا هذه طاولة A طاولة Z A اللي هي كم؟ هي إثنان لاحظوا يا أبناء نقطة بنقطة كيف تتم العملها يعني الأمر جد بسيط لو تابعتم معنا إذن سوف نرسم هنا دائرة مركزها O ها هو مركزها O هنا في هذا الموضع ونس قطرها كم؟ ونس قطرها قال إثنان إذن هنا هكذا ونميل هكذا وننطلق في عملية الرسم هكذا ونقوم بعملية الرسم لاحظوا جديد ها هي دائرة هذا الأمر الأول ثم نأتي ها هي الأ أمامكم لاحقتها ما هو الشيء هنا السهل الرسم اللي هو الجزء التخيل اللي هو واحد فنرسم خطا هكذا انظروا جيدا نرسم خط من يغراج يسوي واحد هكذا ليس الـ X لأن الـ X صعب صعب الانشاء ثم لما ننزل مباشرة هكذا في هذا الموضع ننزل هذه هي يا أبنائي ماذا لاحظوا جيدا هذه هي الجذر ثلاثة مضبوطة مئة بالمئة هنا هذه هي الجذر ثلاثة وهنا الواحد فتصبح لنا النقطة A في هذا الموضع هنا النقطة أبنائي يعني مضبوطة مئة بالمئة النقطة A لاحظوا النقطة الآن B B قال هي مرافق Z يعني Z B تساوي مرافق Z A وتساوي أن المرافق يؤثر على التخيل فتصبح جذر ثلاثة ناقص E نفس الشيء طاولة Z هنا لو نتبعها طاولة Z تصبح تساوي لنا إثنان نرسم دائرة مبدأها O وها هي رسمة نفسها إلا أن ما هو هنا ها الـ X صعب الإنجاز الـ Y ناقص واحد بنفس الخطة أبنائي نأتي إلى الـ Y يساوي النقص واحد في هذا الموضع ونرسم خطا أفقيا ونتابع إذن وعندنا هكذا كذلك من هذا المكان ها هي أمامكم الزاد B في هذا الموضع لاحظوا جيدا حتى تكون الأمور جد دقيقة لاحظوا معي أبنائي هكذا هنا إذن في هذا الموضع تكون النقطة B ها هي النقطة B النقطة C النقطة C كذلك يا أبنائي لو نلاحظ إلى إحداثيتها أو لاحقتها ها هي أمامكم انظروا جيدا هذا الأمر قلت جد جد بسيط تابعوا ها هي النقطة C كذلك نحسب نقوم بحساب الطاولة الطاولة لو تحسبونها كذلك سوف تجدون إثنان لاحظوا نقوم بحساب زاد C طاولته تساين الحقيقي مربع زائد تخيل المربع تصبح لنا أربعة تحت الجذر وهي إثنان نرسم دائرة مركزها أو ونسق قطرها إثنان وهي نفسها هذه التي باللون الأحمر لكن هنا من لاحظوا إلا الجزء التخيل كم ناقص واحد ها هو الناقص واحد إذن مباشرة هنا يأتي ها كذا الخط لاحظوا نكملوا حتى هنا لأننا ربما سوف نحتاج هذه القيمة فيما بعد لاحظوا هكذا فتصبح النقطة C بما أن عندها كل من الـ X والـ Y سالب فتصبح في هذا الموضع النقطة C هنا وهذه القيمة لاحظوا جيدا وهذه القيمة هنا تصبح ناقص الجذر ثلاثة مضبوطة مئة بالمئة حتى تفهموا يا أبنائي إذن هنا الجذر ثلاثة على محور الفواصل كما أشير ومن هنا ناقص جذر ثلاثة فقط إذن لاحظتم كيفية الإنشاء يا أبنائي بهذه البساطة دائما لما يعطينا هذه الأشياء ويقول أنشئ بدقة ما عليك إلا المتابعة بهذه الرسم أولا تحسب الطاولة ثم تقوم بتعيين محور على محور أيهم إذا كان هنا مثلا زاد A مكتوبة بهذه اللغة مثلا أعطيت لنا زاد A تساوي لنا واحد زائد إي جذر ثلاثة هنا الطاولة ما زالت إثنان نرسم الضائرة لكن الحقيقي يصبح هو الذي يعين كيف ما معنى معنى نأتي هنا ونقوم برسم هكذا مستقيم عمودي وهذه هي التي تصبح جذر ثلاثة على محور التراطيب حتى تفهم هذه الأشياء الآن نأتي إلى السؤال الآخر قال عين زاد لاحقة النقطة D بحيث وكون الربع A B C D متوازي أضلاع ثم علمها ضاحل جيد إذن نقول تعيين تعيين زاد D حتى يكون الربع ما هو الربع A B C D ما هو متوازي أضلاع لو نأتي الآن إلى هنا حتى يكون متوازي أضلاع هنا في الشكل سوف تدقيقوا بمعينكم حتى يكون الربع A B C D هناك النقطة D مهما كان سوف يا أبناء تكون في هذا الموضع هنا النقطة D إذن حتى يكون هذا الربع متوازي أضلاع ما هو الشرط الشرط أن يكون هذا الشعاع A B بالترتيب هذا بالترتيب هذا يساوي D C بهذا الترتيب بهذا الترتيب أو هذا الشعاع A D شعاعيا يساوي B C شعاعيا هذه كذلك المهم وجد عدة حالات المهم شعاعا متقابلان متساوي معنا معنا إذا نقول لتكن لاحظ نقول لتكن زاد D إحداثيها ماذا يعني لاحقة هي X D زاد Y D الشرط قلنا ماذا الشرط أن يكون A B شعاعيا يعني يمكن أن نقول شعاعين A B يساوي ماذا D C بهذا الترتيب أو كذلك لو قمنا باللواحي سنقول Z A B يساوي Z D C بهذا الترتيب نقوم بهسام مركبات A B أمر جدا بسيط إذن مركبات A B ها هي مركبات A بنأتي بمرافق B B B هنا هو مرافق يعني تلاحظ Z B يصبح يساوي الجذر 3 ناقص E لأنه هو مرافق A فتصبح لنا ماذا نكتب إحداثيها هل هي الجذر 3 و ناقص 1 ناقص إحداثيات A ما هي إحداثيات A ها هي أمناء اللي هي الجذر 3 و ناقص وهنا و ناقص ناقص 1 تصبح لنا هذا يذهب مع هذا فتصبح لنا A B مركبات هي صفر و ناقص 2 لاحظ جيدا نأتي الآن إلى D C وقلنا أن D هي X و Y فنقول D C شوائيا لاحظ جيدا ماذا يصبح يصبح C إحداثيات C ها هي يا أبنائي لاحظ ها هي إحداثيات C وهي ناقص الجذر 3 و ناقص 1 ناقص ناقص X D و Y D فقط يعني حتى الآن ماذا قال قال يجب أن يكون A B يساوي D C معناها هذه نجعلها تساوي هذه ونأخل المعادلة لاحظوا جيدا إذن قلنا A B يساوي D C فتصبح لنا هكذا ناقص جذر 3 ناقص X D هنا X يساوي X كم يساوي 0 و ناقص 1 ناقص Y D يساوي ناقص 2 لاحظوا لو ننقل هذا إلى هنا ماذا يحدث يا أبنائي حدثنا أن X D تساوي ناقص جذر 3 وهنا وهنا كذلك يمكن أن ننقل هذا إلى هنا وهذا إلى هنا لأن حل معادلة فقط ماذا ينتج يا أبنائي ينتج لنا ناقص إذن Y D يصبح يساوي لنا 2 ناقص 1 وهو 1 إذن Z D أصبحت تساوينا ناقص جذر 3 زائد E ها هي لاحقة النقطة D حتى يكون الرباع متوازي أضلاع وتعالوا نقوم بتعليمها هل نحن على سواب أم على خطأ لاحظوا جيدا نقطة بنقطة ابنائي حتى تعالوا إذن النقطة D ها هي هنا يا أبنائي الأمر جدا بسيط أولا نحسب الطاولة طاولة هذا كذلك مثل العادة تعطينا إثنان نرسم الدائرة الدائرة تبقى كما هي إذن تصبح لنا نفس الشي تصبح لنا النقطة مثل ما قلنا ها هو ها هو موضعها في هذا الموضع إن هنا النقطة D 100% فقط إذن لاحظتم يا أبنائي كيف تمت هذه العمل نأتي الآن أبنائي إلى السؤال الآخر تابعوا ق اكتب على الشكل الأسي الأعداد ZA ZB ZC ويمكن حتى نوضيف ZD لاحظوا هنا يا أبنائي نحن نعلم أن الشكل الأسي لأي عدد مركب يكتب لنا Z يساوي لنا R في أسية E تط أي عدد مركب له حيث R هي الطاولة والتط هي العمدة معناه أولا نأتي إلى ZA ونحسب طاولته هذا طاولتها كذلك كم وجدناها وجدناها إثنان نأتي إلى T إذن cos T A يساوي الحقيقي ها هو الحقيقي وهو جذر ثلاثة على الطاولة والسينس T A يساوي التخيل على الطاولة معناه هنا أكيد هذه ما هي هذه الزوية أكيد T A لو تأت بالآلة الحسبة وهي تقاوى في الربع الأول معناها لا تحديث لنا أي إشكال هي الزوية التي تعطي لنا الآلة الحسبة وهي P على 6 فتصبح لنا زاد A يساوي لنا ماذا تابعوا أبني يساوي 2 في أسية E P على 6 إذن هذا ماذا هذا زاد A ها هو زاد A نأتي بنفس الخطة لحساب نأتي بنفس الخطة لحساب شكل العسي لزاد B لكن الزاد B قال هو مرافق زاد A فقط إذن زاد B آفوا زاد B هو يساوي مرافق زاد A إذن يؤثر هنا على التخيل فقط والتخيل معناه الطاولة تبقى كما هي يعني زاد B كطاولة قلنا تساوي لنا اثنان أما التي طا بما أنه مرافقه تغير إشارتها بما أن هنا كانت B على 6 فتصبح ناقص B على 6 هذه خواص مرافق فهو يؤثر على العمدة فقط فتصبح لنا زاد B يساوي لنا إذنان في أسية E ناقص B على ماذا على 6 بهذه البساطة لاحظتم يعني إذن قلت المرافق يؤثر على العمدة يجعلها يعكس إشارتها لم أقل سالب أو موجود إذا كانت موجودة تصبح سالب أو إذا كانت سالب تصبح موجودة وكفا نأتي الآن إلى الزاد لاحظوا لماذا لأنه نلاحظ جيدا هنا في الدائرة المثلاثية ها هي الدائرة المثلاثية يا أبنائي الكوس لل آ الزاد ها هو الآخر مرافقه معناه هنا يبقى الكوس هو نفسه لاحظوا ها هو الكوس والسينس يتغير لهذا أصبحت زاوية هذه إذا كانت هذه الزاوية يا أبنائي هذه تطع فهذه تصبح ناقص تطع يعني بالاتجاه هذا الاتجاه المباشر والآخر الاتجاه غير المباشر فقط نأتي الآن إلى زاد سي زاد سي الطاولة كذلك إثنان والزاوية شي نأخ لاحظوا نأتي نقول كوس تطع سي يساوي الحقيقي الحقيقي السالب ناقص جذر ثلاثة على إثنان والسينس تطع سي يساوي التخيل كذلك سالب ناقص واحد على إثنان هنا أبنائي انتبهوا معي هنا الآن الحسيباء حذروا منها سوف ترطيكم نتائج خاطئة لهذا عليكم ما هي الزاوية الشهيرة لها هنا بدون أن ترعوا الناقص لا في الكوس ولا في السينس الزاوية الشهيرة التي تعطيها لك الآن الحاسبة هي بي على ستة الآن نأتي إلى موضعها الزاوية الشهيرة نقول بي زائد تيطة يعني زائد الزاوية الشهيرة التي تعطي لك الزاوية الحاسبة معنى تصبح هنا بي زائد بي على ستة وحد المقام هنا ستة ستة وتصبح بي سبعة بي على ستة لاحظوا جيدا الأمر جد جد بسيط إذن ماذا تصبح تيطة سي تصبح سبعة بي على ستة إذن نكتب هنا زائد سي يصين إثنان في أسية إي سبعة بي لاحظوا سبعة بي على ستة بهذه البساطة فقط لاحظتم يا أبنائي كيف الآن نأتي كذلك بنفس الخطة لز د نترك هذا هنا ز د قلنا ما هي ز د ها هي أمامكم ز د برغم هو لم يطرح ز د سؤال لكن نضيف ها كي تعلموا كل الشيء الطاولة تبقى هي هي يعني هي كذلك اثنان أما الزاوية لاحظوا أين تبقى دائما الزاوية الشهيرة إذن كوس تيطة د تساوي الحقيقي على الطاولة والسينس تيطة د تساوي التخيل على الطاولة الزاوية الشهيرة هنا بدون يعني بالقيمة المطلقة هي P على ستة لكن الموضع لاحظوا ال Y مجب هو X سليب تقع في هذا الموضع نطبق P ناقص تيطة P ناقص تيطة يعني ماذا معناها P ناقص P على ستة نواحد هنا المقام ستة ستة نصبح 5 P على ستة إذن يصبح العدد Z D لها تم يا أبنائي الأمر جد بسيط لهذا هنا تقول تيطة يعني زاوية الألة الحاسبة هنا P ناقص ناقص وهنا P زائد وهنا ناقص الزاوية التي تعطي لكم يجعلونا ناقص حسب X و Y لك فتصبح لنا Z D تساوي 2 في أسية E 5 P على 6 ها قد الآن يا أبنائي عيناهم جميعا بكل بساطة الآن بعد ما قمنا بالتعيين الشكل الأس لهذه الأربع أعداد المركبة تابعوا عندنا الآ وعندنا البي ها هو وعندنا الس أما الدي ربما لا نحتاجه في الأسئلة القادمة نأتي الآن إلى السؤال الذي جاء بعده هذا السؤال ويظهر أنه فيه نوع من السعوبة لكن لا يوجد سعوبة مع الإرادة إذن قال تحقق أن ز A على 2 قوة 2014 في هناك ذلك في وهنا في في ز B على 2 قوة 1435 في Z C على 2 قوة 1962 962 يساوي ناقص E هنا أكيد دستور موافر هو الذي ينقذنا من هذه الأشياء متابع جيدا إذن لاحظوا جيدا هنا أبناء كيف تتم العملية نقطة بنقطة وسوف نستخرجها مثل ما طلب مننا لاحظوا عندنا هذا الشيء نقول تساوي الزد A عندنا قيمته ها هي قيمته لاحظوا ها هي الزد A لكن هو ماذا قال تقسيم إثنان وهنا كذلك تقسيم إثنان وهنا كذلك تقسيم إثنان إذن على 2 قوة 2014 وماذا و14 نأتي إلى في هنا إثنان قلنا وهنا الإثنان الزد ب زد ب ها هو أمكم نضعه في هذا المكان ونجعل كذلك القوة التي أعطيت لنا قوة ماذا 1435 نأتي كذلك إلى زد س ها هو أمامكم انظروا جيدا ها هو يا أبنائي قوة ماذا قوة 1900 إذن 1962 تساب الأمر الأول الذي كلكم تلاحظوه أن هذا وهذا 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 الاثنان يمكن أن تذهب إلى الأبد فماذا نتحصل تابعوا جيدا فنتحصل على العبارة تساوي قصية E B على 6 قوة ماذا قوة 2014 في قصية E في ناقص 7 عفوا ناقص B ناقص B على 6 ستا هكذا الكل قوة كم قوة 1435 في ماذا في السية E 7 P على 6 الكل قوة 1962 لم أفعل شيء الآن عندنا خاصية قوة القوة تساوي القوة يا أبنائي إذا قلنا 10 في 10 مربع في 10 مكعب إذا كان نفس الأساس لهو العشرة فماذا نقل نجمع الأسس يمع تصبح 10 قوة 1 زايد 2 3 هذه كذلك ما هو الأساس هنا هو الأسية بما أن الأسية معناه يمكن جمع الأسس فتصبح تساوي الأسية وماذا ونقول E ونفتح قوس ماذا انظروا جيدا رويدا رويدا وتصبح لنا هكذا 2014 بي على 6 انظروا زايد هذا في هذا كم تصبح لنا ناقص إذن هنا لا دعي أن نجعل القوس نقول ناقص إذن مقام هو موحد ناقص 1435 بي على 6 لم نفعل شيء حتى الآن جمع الأسس فقط زايد لأن هذا عنده زايد وهذا عنده ناقص فقط جمع الأسس زايد ماذا 1962 في 7 بي على 6 هكذا بما أن البي يمكن حتى البي يمكن أن نستخرج كعام مشترك من هنا ومن هنا ومن هنا نلاحظ جيدا فتصبح هنا البي في هذا المكان وكذلك الستة يمكن أن نستخرجها إلى هنا وننزعها كذلك من هذه الأماكن فتبقى إلا الأعداد لوحدها لاحظوا جيدا الأمر بسيط هكذا لاحظ نعتذر نعتذر على ما قمت بمحيه بدون أنا أشور هكذا إذا قلنا نستخرج P على 6 كعام مشترك ونقوم بمسح ما بقي لنا بالداخل وهذا وهذا هكذا وهذا زائد ماذا زائد P كذلك عليه أن يمسح من هذه الأماكن لأن نستخرج كعام المشترك لاحظوا جيدا فتصبح لنا أسية E أسية E إذن تصبح أسية E F ماذا هنا علينا أن نأتي بالآلة الحسيبة ونقول 2014 ناقص 1435 زائد 7 في 1962 أعطت لنا هذا العدد الكبير وهو 14 1313 في P على 6 لم أفعل شيء نأتي إلى هذا العدد يا أبنائي لأنه فيه مجموعة من الدورات لا نحتاجها فتصبح لنا 14 1300 و13 لما نقسمها على 6 هذه نقطة تقسيم 6 عفوا تقسيم 6 أعطت لنا لاحظوا كم أعطت لنا تصبح لنا هكذا 2385 85 و85 فاصل 5 هذه تقسيم 6 يعني لما قسمنا على 6 فماذا يمكن يمكن أن نقول 1000 لاحظوا جيدا نقطة بنقطة 14 1331 ماذا تساوي تساوي لنا هكذا 2385 فاصل 5 لماذا في 6 نعم الآن نأتي لنستخرج هنا نكتبه على شكل باقي هذه 0 5 تكتب على عدد طبيعي مباشرة كيف يمكن أن نكتب 1000 لاحظوا جيدا 14 1331 تساوي نضرب ماذا 0 فاصل 5 في 6 أعطت لنا 3 إذن ماذا يمكن أن نقول على هذا العدد يساوي لنا 6 انظروا في 2385 زائد 3 وكتبوا بأمفس يأكم ماذا تساوي إذن هذا العدد هذا العدد الذي تلاحظون ماذا يساوي 6 في 2385 زائد 3 يجب أن تستخرج هذا الباقي كقيمة مضبوطة ليست تترك 0.5 إذن ما رأيكم أبنائي لو نضرب من هنا في P على 3 ونضرب من هنا في P على 3 لتلاحظ بعض P على 6 نعتذر P على 6 أرجوكم P على 6 وهنا P على 6 لأن عندنا هنا P على 6 ليس P على 3 كما إذن في الأول قلت نحسب ه بالآلة الحسيبة ثم قمت باستخراج الباقي بقيمة مضبوطة له واخر ثلاثة ثم نأتي هذه العبارة هي نفسها هذه العبارة نحن نريد أن نقوم عليها بالتبسيط تعالوا ننشر الآن هذا في هذا أصبح لنا 6 في 2385 في P على 6 زائد هذا في هذا الذي هو 3 في P على 6 لاحظوا ماذا يحدث يا ابني أنه هذا ذهب مع هذا مباشرة فأصبحت لنا 2385 P زائد هنا كذلك يمكن أن نختزل من هنا ومن هنا الثلاثة تصبح لنا P على 2 نركز نقطة بنقطة ثم نعوذ فقط فتصبح لنا تساوي إذن ما زلنا مع 14 1313 هنا في P على 6 ما زالت هنا المساواة لم تنتهي بعد لأن نحن نحدث عملية التبسيط لأن هذا العدد هو مجموعة من الدورات لا يمكن أن نقول هو زاوية شهرة على الدائرة المثلثية ماذا يحدث بما أن هذا العدد هل هو عدد زوجي أم فردي إنه عدد فردي لأن ينتهي بالخمسة عدد الفردي هي الأعدد لتنتهي الواحد والثلاثة والخمسة والسبعة والتسعة إذن كيف يمكن أن نفكي كهول الذي يصبح لنا 2384 بي زائد بي إجمعوا ذلك إجمعوا هل لم تعطيكم 2385 بي نعم زائد بي على إذنان لكن يقول أحدكم يا أستاذ لماذا قمت بالتفكيك لأن العدد الزوجي هو مجموعة من الدورات ومجموعة من الدورات بلغة الجزائي نسمح فيها نتركه إذا لأن مجموعة من الدورات لا تحدث لأن يبقى لنا إلا الدورات ونحن نريد أن نبحث عن الزاوية في أي مكان هنا أم هنا لهذا مجموعة من الدورات حتى لو كان العدد سالب أو مجب بلغة الجزائي نسمح فيه إذن ماذا ينتج تنتج لنا أن تبقى لنا إلا هذه فقط وهذه هي P زائد P على 2 P زائد P على 2 تعالوا هاي الضائرة المثلثية أمامكم P على 2 وهي هذا نضيف لها لاحظوا نضيف لها P كانت هنا نضيف لها P كم تصبح في هذا الموضوع اللي هي 270 درجة 270 درجة ما هي أليس هي يا أبناء اللي هي نضيف هنا نوحد هنا المقام وهنا المقام تصبح لنا 3P على ماذا على 2 كل هذا العدد الآن نعوضه يا أبناء بالشيء الذي وجدناه فقط فتصبح لنا تساوي السية ماذا 3P على 2 نحولها الآن إلى الشكل المثلثي ثم إلى الشكل الجبري فنجد المطلوب الذي طلب منه فتصبح لنا كوس 3P على 2 زائد E في سينس 3P على 2 كوس 270 لا هي في هذا المقام هنا صفر ومع أنه يقع على محور 3P فهو تخيل لسرف لكن في الجهة السالبة فيصبح هذه القمة هي الناقس 1 الناقس 1 في E تصبح تساوي الناقس E وهو المطلوب الذي طلب منه بهذه البساطة معناه الأمر الأول هو هذا الأدد نتخلص منه بهذه البساطة لاحظتم يا أبنائي كيف تتم هذه العملية نقطة من إن لم تفهموا أعدوا الفيديو وتابعوهم نقطة بنقطة حتى تتعلموا وتقضوا على هذا الإشكال وهو دستور أم وفر الآن أبنائي نأتي إلى السؤال الذي جاء بعدها قال ليكن أستحويل الذي يرفق بكل نقطة أم لاحقتها الزاد يعني XY النقطة أم فتحة معناه أم تتحول إلى أم فتحة بوسطة التحويل اسمه S قال تعرف على طبيعة التحويل S وأعطي عناصر مميزة نحن نألم أبنائي أن التحويل النقاطي العبارة المركبة هذا أعطيه بالعبارة المركبة وعبارة التحويل النقاطي المركبة هي هذه أبنائي والمسؤول الأول عند طبيعة التحويل هو هذا الأ حينا نرى بحالة واحد اثنان ثلاثة أربعة إذا كان الآ الآ هذا يساوي واحد وأكيد ولا يساوي كذلك الصفر الآ يجب أن يكون لا يساوي الصفر إذا كان يساوي الصفر أصبح نقطة أصبح هذا كل ينذى بلا صفر أصبح نقطة لا يصبح تحويل النقاطي فنقول إنه إن سحاب شعاعه ما هو الشعاعه يا أبنائي هو اللاحقة هو زاد في هذا هو زاد ب فقط يعني الذي يكون هنا هو الذي يصبح شعاعه انسهاد إذا كان الآ لا يساوي الواحد وما زال عددا حقيا نعم الآ ما زال عددا حقيا والأمر الثاني أنه لا يساوي الواحد ولا يساوي الصفر يصبح لنا ماذا تحاكن نسبته ماذا كا تساوي آ يعني مجابة مجابة سلبة سلبة تبقى كما هي أما إذا كان الآ الآ هذا عدد الآن مركب يعني فيه جزء التخيل فيه الإي وطاولته تساوي لنا ماذا واحد فنقول على التحويل أنه دوران زاويته تساوي لنا أرج الآ يعني عمدة هذا العدد والمركز سوف نتحدث عليهم لأنه الدوران والتحاك والتشابه لهم نفس المركز وإذا كان آ ينتمي إلى الأعداد المركبة لكن الطاولته لما نحسبها لا تساوي واحد فماذا نقول نقول تشابه التحويل يشبه تشابه مباشر نسبته الك هي طاولة آ يعني نسبة التشابه دائما موجب أما التحاك فيه الموجب السليم والتي طا زاويته هي لارغ آ أما المركز بالنسبة إلى هذا وهذا وهذه الثلاث تحويلات زاد أوميغا يساوي بي على واحد ناقص آ يعني كلاهم التشابه والدوران والتحاك كلاهم نفس قاعدة المركز معناه بما أن قلنا هذه الأمور تعالوا نأتي إلى هذا التحويل ولاحظوا بأمعينكم في رأيكم ماذا يكون انطباقا لهذا المخطط الذي تحدثنا عليه ها هو الآية أبنائي أولا الآية نلاحظ آ أصبح ينتمي إلى الأعداد المركبة لماذا لأن فيه الجزء التخيل إذن سوف ننفي ماذا ننفي الإنسحاب وننفي التحكيل لأنها الآ يجب أن يكون عددا حقيقيا الآن بقي الإشكال بين الدوران والتشابه نأتي لحساب طاولة الآ لها واحد ناقص إي جذر ثلاثة طاولتها تساوي لنا إثنان فلا تساوي واحد بما أنها لا تساوي واحد ها هو الشرط فيصبح لذا ماذا تشابه مباشر يعني الآ هو من حقق لنا هذا الأمر إذا لم يصبح دوران يا أبنائي لأن الطاولة اختلفت عن الواحد فماذا نقول ومنه آس هو تشابه كيف هو مباشر تشابه مباشر عناسر عناصر عناصر المميز ما هي العناصر قلنا العناصر المميز يا أبنائي اللي هي المركز والنسبة والزاوية إذن نسبته نسبته كا قلنا تساوي الطاولة والطاولة كم وجدناها وجدناها اثنان وزاويته ماذا الزاوية اللي هي تيطا قلنا هي العدد الذي أعطي لنا هنا لهو واحد ناقس جذر ثلاثة واحد قلت ناقس جذر ثلاثة فيصبح لنا يا أبنائي نقول يساوي لنا الحقيقي على الطاولة وماذا والسينس يساوي التخيلي على الطاولة ما هي الزوية للكوس لديها هو نصف أكيد تيطا سوف تكون وتقع في الربع ماذا لاحظوا لو جئنا إلى هنا إذن الزوية الشهيرة ظهرت الزوية الشهيرة بدون مراعاة ناقس هي تعالوا الزوية الشهيرة قلنا ليس زويتهم الزوية الشهيرة هي P على ثلاثة لكن يبقى لنا موضعها الـ X موجب والـ Y سليب تقع في هذا الموضع وهنا قلنا نقول ناقس الزوية الشهيرة فتصبح لنا التيطا له ما هي التيطا هي ناقس P على ثلاثة بهذه البساطة فقط بقي لنا الآن المركز إذن زاويته يناقس بي على ثلاثة يعني يدور في الاتجاه الغير مباشر هكذا لكن يبقى هو تشابه مباشر لأن التشابه الغير مباشر هو Z فتحة يسوينا A في Z بار زائد بي وهذا خاص بشعبة الرياضية تابعوا جيدا هنا ابناء بقي لنا إذن النسبة ذكرت والزاوية ذكرت بقي لنا شيء واحد ألا وهو المركز المركز إذا سميناه زاد أوميغا يسوينا بي على واحد ناقس A يسوي البي ها هو أمامكم اللي هو ناقس جذر ثلاثة زائد ثلاثة E على واحد ناقس ماذا ناقس A ها هو أمامكم يا أبناء تصبحنا ناقس واحد زائد لاحظوا زائد E جذر ثلاثة فذهب هذا مع هذا فتصبح لنا زاد أوميغا يسوي لنا ناقس جذر ثلاثة زائد ماذا لاحظوا جيدا سوف أبسط الأمر حتى تلاحظوا ذلك بأمي أعينكم زائد ماذا يا أبناء زائد جذر ثلاثة في جذر ثلاثة اللي هو ماذا جذر ثلاثة جذر ثلاثة هو ثلاثة في E على ماذا على E جذر ثلاثة قلت تلكم ذي تلك الثلاثة قسمتها إلى جذر ثلاثة لماذا حتى تختزل من هنا الجذر ثلاثة ومن هنا الجذر ثلاثة ومن هنا الجذر ثلاثة تصبح لنا زائد أوميغا يسوي لنا ناقس ماذا ناقس واحد لأن هذا لما يذهب يترك ناقس واحد وتصبح زائد E جذر ثلاثة على ماذا أبنائي على E فقط لأن هذا ذهبت الجذر ثلاثة من هنا ومن هنا ومن هنا لكن لا تترك السفر لأننا نحن في الاختزال فترك الواحد ماذا نفكر يا أبنائي نفكر أنه نضرب في الناقس E لكي نتخلص من E في المقام نضرب هنا في ناقس E ونضرب هنا في ناقس E الناقس E في E هو ناقص واحد والناقس لأننا زائد واحد وتصبح لنا زائد أوميغا يعني المقام قضية أمره يصبح واحد لأن هذا المقام يصبح وحد تعال أن ننشر هذا في هذا يصبح لنا ماذا يصبح لنا ناقص في ناقص هو زائد يصبح لنا E وهذا في هذا كم الناقص E في E جذر ثلاثة تعالوا نرتب ذلك فتصبح لنا زاد اوميغا تساوي لنا جذر ثلاثة زائد اي ولكن هذه النقطة يا ابنائي هي ليست بعيدة عنها لقد لاحظناها في بعض الاسئلة السابقة تابعوا نلاحظ ذلك يعني هل هذه النقطة موجودة معنا ام لا اظن انها موجودة يا ابنائي هذه النقطة لهذا علينا ان نبدلت اسميتها اركزوا ها هي امامكم وانظروا بامعينكم في رأيكم ما هي هذه النقطة الا تلاحظون ان هذه النقطة هي نفسها الا اذا يصبح مركزه ماذا اذا مركزه زاد اذا مركزه زاد ا هو الا ذات اللاحقة زاد ا تساوي لنا جذر ثلاثة زائد اي اذا قلت جذر ثلاثة زائد اي اذا هنا ماذا يمكن ان نقول يا ابنائي نقول ومركزه ومركزه يعني التشابه اس النقطة ا ذات اللاحقة ذات اللاحقة ما هي زاد ا تساوي لنا جذر ثلاثة زائد اي ها قد الآن يا ابنائي انهينا هذا السؤال بكل بساطة اذا مركزه ظهر انه ا عناصر مميزة قد اعطيت الآن بعدما اكملنا مع هذا السؤال نأتي لسؤال ها قال بين الناطو مجموعة النقط ا ام ذات اللاحقة زاد التي تحقق لنا هي دائرة يطلب لنا مركزها ونسقطرها لاحظوا هنا الامر جد بسيط ابنائي يعني فيه طلبة لم يروا هذه العبارة يخافوا يا ابنائي لا تخافوا الامر جد بسيط اذا نقول البرهان انه اذا اولا نقول البرهان انه ماذا انه طو هي دائرة اذا سمينا هذه الدائرة هي سي هكذا بين القوص تفاديا للنقطة سي هذه لاحظوا جيدا هنا ابنائي ان غابت عليكم مجموعة النقطة ولم تعرفوا اي شيء اعوذ بالإكس والإجراج لكل واحد في نوا وينحل المشكلة الى الابد فقط هذا هو الامر معناه نحن نملك بعض الاشياء عندنا اكس زاد يساوي لنا ماذا اكس زائد ايجراج اي وزاد بار لهو مرافقه يساوي لنا اكس ناقص ايجراج اي وعندنا ماذا وعندنا الزاد ا الزاد ا ها هي قيمتها الزاد ا نكتبها امامكم زاد ا تساوي لنا جذر ثلاثة زائد اي ومرافقها اللي هو زاد مرافق زاد ا يؤثر على تخز جذر ثلاثة ناقص اي وعندنا الزاد س ها هي الزاد س اذا الزاد س تساوي لنا ناقص جذر ثلاثة ناقص اي ومرافقها لهو زاد سي مرافق يساوي ناقص جذر ثلاثة زائد اي فقط وتعالوا نعوذ كل واحد في مكانه وانتهى الأمر لكن تابعوا معي نقطة نقطة يا أبنائي زاد نحن نملك قيمته زاد ها هي قيمته نعوذها هنا فتصبح لنا اكس زائد ايجراغ اي ناقص زاد ا زاد ا ها هو الزاد ندخل عليها الناقص نصبحنا ناقص جذر ثلاثة ناقص اي هكذا ثم عندنا نترك المرافق هذا كما هو هكذا بار وقال زاد نفس الشيء لاحظوا جيدا يا أبنائي انظروا نقطة بنقطة كي تتعلموا هذا نتركه هنا فقط لأنه هو نفسه إلا وضع له هذا البار انظروا جيدا تساوي زاد س زاد س ها هي أمامكم لهي ناقص جذر ثلاثة ناقص اي في مرافقه لهو ناقص جذر ثلاثة زائد اي فقط لم أفعل شيء نكمل رويدا رويدا وتابعوا بأم أعينكم ماذا على ماذا سوف نتحصل لاحظوا هنا جيدا يا أبنائي عندنا قاعدة في قواعد المرافقات أن المرافق إذا قسمنا هذا المرافق من هنا انظروا جيدا هذا يأخذ مرافقه لوحده وهذا يأخذ مرافقه لوحده فقط ننزع هذا بار فيؤثر على هذا يجعلها ناقص وهذا يجعلها زائد فقط لم أفعل شيء حتى الآن قلت أثر على الجزء التخيلي أما الجزء الحقيقي لم يلمسه أصلا حتى تفهموا الخطة فقط انظروا جيدا أثر على الجزء التخيلي وانتهى الأمر الآ أثر على جزء التخيلي غير له الجزء التخيلي وهذا غير الجزء التخيلي تساوي ماذا عندنا هذا كذلك لهو لو تدققه هو الجداء الشهير رقم ثلاثة يساوينا مربع الأول ناقص مربع الثاني فقط مربع الأول هذا لما نربعه كم يصبح يا أبني انظروا يصبح لنا ثلاثة ناقص مربع الثاني اللي هو ماذا اللي هو ناقص إي مربع فتصبح لنا ثلاثة والإي مربع كم هو ناقص والناقص هذا يصبح لنا زائد واحد إذا نصبح لنا هنا أربعة ها هي بدأ التظهر لكن هنا لو تدققوا معي كذلك هنا يمكن أن نحدث تغيير الحقيقي ها هو أمامكم اللي هو إكس ناقص جذر ثلاثة فقط زائد ماذا زائد إي نستخرج الإكعام المشترك في التخيليات ها هو أمامكم فيصبح لنا ماذا فيصبح لنا إيجراغ ناقص واحد أعيد النشر سوف تجدنا الكلام حقيقي هذا في هذا هو الإيجراغ وهذا في هذا إيجراغ إي والآخر ناقص تصبح لنا الناقص إي الآن نغلق القوس هذا من هنا ونأتي إلى هذه من هنا كذلك الحقيقي لوحده الحقيقي قلت لوحده انظروا ألا وهو إكس ناقص جذر ثلاثة ناقص نقول ناقص انظروا جيدا ناقص إي ثم نفتح قوس وانظروا على ماذا نتحصل نتحصل على إيجراغ لاحظوا جيدا ناقص واحد ونغلق القوس ربما يقول أحدكم لماذا لأن هنا هذا الإي في الأصل ما هو أليس هو ناقص في ناقص إي نعم ناقص في ناقص إي إذن استخرجنا الناقص من عنده هذا واستخرجنا الإي ماذا يبقى لدينا استخرج من عنده هذا الناقص يبقى له ناقص إي يبقى له الإيجراغ وهذه الزائد إي في الأصل هي ماذا هي ناقص هكذا ناقص إي في ماذا في ناقص واحد فقط لأن الناقص في الناقص استخرجنا هذا ماذا بقي بقيت لنا ناقص واحد تساوي ماذا تساوي لنا عفوا تساوي لنا أربعة لم أفعل شيء حتى الآن إنما هنا هذا الزائد إي فككته إلى ناقص في ناقص واستخرجت ناقص إيجراء من مشترك لكي أتحصل على الجداء الشهير رقم ثلاثة ها هو جداء شهير رقم ثلاثة A زائد B في A ها هو ناقص B يساوي لنا هذا مربع ناقص هذا مربع انظروا ها قد ظهرت فأصبحت تساوي لنا X ناقص جذر ثلاثة مربع ناقص هذا مربع مع هذا مربع والE مربع ماذا يجعلها يجعلها هي في الأصل ناقص E مربع في إيجراء ناقص واحد لكل مربع والE مربع يجعلها زائد فأصبح لنا هكذا إيجراء ناقص واحد انظروا جيدا مربع يساوي أربعة ها قد ظهرت ها قد ظهرت هذه معادلة ديكارتية لدائرة إنها معادلة ديكارتية ديكارتية لدائرة مركزها لاحظوا جيدا أين دائما معادلة ديكارتية للدائرة ما هي في الأصل هي X ناقص X صفر مربع زائد Y ناقص Y صفر مربع يساوي R مربع ها هو X صفر وها هو Y صفر وها هو R مربع إذن ماذا تصبح تصبح ماذا تصبح مركزها أليس لو تدققوا جيدا قلنا هذا والناقص لا دخل لكم في هذا ناقص للقانون أليس هي A نعم إنها A تعالوا انظروا إذن النقطة هذه A كم جذر ثلاث وماذا وواحد وتعالوا أريكم ذلك هل هي الأ أم لا نعم إنها الأ انظروا جيدا ها هي الأ أليس نفس يا أبناء نعم إنها نفس إذن نقول مركزها مركزها A حيث لاحقة Z A هي ها هي ربما لدي لكتابتها مرة أخرى انظروا جيدا يبقى لنا نصف قطرها لاحظوا R مربع يساوي 4 R مربع يساوي 4 معناه بما أن الآن عدد موجب R يصبح يساوي لنا إثنال ليس نقص إثنال هذا هذا ليس نصف قطر ونصف قطرها كم ها هو نصف قطرها بهذه البساطة فقط لاحظتم يا أبناء الآن قال ثم قال أنشئها إذن نصف قطر كم إثنان تعالوا نقوم بإنشائها ها هي أمامكم انظروا جيدا سوف نقوم الآن بإنشائها ها هو قلنا نصف قطر كم إثنان انظروا ها هو إثنان لكن المركز هو A وننطلق في عمية الرسم ها هي تلك الضائرة التي مركزها A ونسف قطرها قلنا كم إثنان ها هي الإثنان نروا جيدا الآن بعدما كمنا مع هذا السؤال يا أبنائي سنأتي إلى السؤال الآخر نتابع جيدا قال عين طو فتح صورة طو هي صورة الدائرة بالتحويل S وعطي عناصر الممياز الماذا تقول قائد إذن تعيين صورة الدائرة هذه الذي سمي الطو إذن نقول ماذا إذن تعيين صورة الدائرة طو نقول صورة دائرة بتشابه في حالة العامة بتشابه مباشر هي دائرة سميناها طو فتح إذن صورة دائرة هي دائرة لا جد لها فتح إذن صورة دائرة هي دائرة مباشر هي دائرة التي نصف قطرها ماذا يسوي إذا سميناها R يسوي لنا ماذا يسوي لنا نسبة التشابه وهي كم نسبة هذا هو إثنان إثنان في R الأولى معنا تصبح لنا R فتح يسوي لنا إثنان ونس قطر الأولى ماذا كم قلنا قلنا هو إثنان تصبح لنا هكذا فتصبح لنا R فتح اللي هو نس قطر الدائرة الثانية اللي هي صورة هي أربعة هذا الأمر الأول يبقى لنا المشكل مع مركز ومركزها ومركزها إذا سمعناه A فتحة هي صورة صورة A بالتحويل S لكن تذكروا شيئا واحدا هذا التحويل التشابه ما هي يا أبنائي ركزوا معي ما هي مركزه ما هو مركزه لكن مركز S هو A إذا A نقطة كيف هي صامدة المركز دائما في الدوران والتحك والتشابه هو نقطة صامدة يعني لا تتحرك نقطة صامدة بالتحويل S لأنها مركز إذا ماذا أي مركز الدائرة هذه إذا سميناها طوئ 2 هو A يبقى نفسه لأن هي في الأصل هي صورة لكن في هذه الحالة لما جاء التحويل هذا مركزه هو A ومركزه A ومركز الدائرة A فيبقى هو مركز الدائرة الأولى فيبقى هو حتى ولو جئنا الآن وعوضنا بأم أعينكم سوف نتحصل على الآن نفسها وتعالوا نجرب بأم أعينكم على ماذا نتحصل هل نتحصل على النقطة A أم لا ياذا تتفهموا النقطة الصامدة لأن في طلبة كثيرة سنقول ما هي النقطة الصامدة هي لما نعوض بسابقتها نجد لها نفس الصورة تعالوا نعوض هنا هذه نعوضها هنا فتصبح لنا زاد A فتحة تساوي اللي هي صورة الأ نحن 1 ناقص E جذر ثلاثة في جذر ثلاثة وقلنا علينا أن نجد A زائد E ناقص جذر ثلاثة زائد ثلاثة E فتصبح تساوي تعالوا ننشر هذا في هذا جذر ثلاثة وهذا في هذا كم زائد E وهذا في هذا جذر ثلاثة هو الثلاثة ناقص ثلاثة E انظروا جيدا ناقص ثلاثة E وهذا في هذا فيصبحنا E في E هو الناقص والناقص بحلنا زائد جذر ثلاثة ناقص جذر ثلاثة زائد ثلاثة E انظروا يا أبنائي هل سوف نتحصل على A أم لا هذا ذهب مع هذا وهذا ذهب مع هذا وانظروا ماذا بقيت لنا بقيت لنا زائد جذر ثلاثة زائد E إذن A ما هي نقطة كنا صامدة لأن لما أتينا بهذه عبارتها وعوضنا في عبارة تحويل وجدنا نفسها فقط إذن صورة الدائرة هي الدائرة التي نسقطها يصبح أربعة أما مركزها يبقى هوه فقط ثم الآن قال أنشئها سوف نأتي الآن ونقوم بإنشاءها يا أبنائي إذن علينا بجلب المدور ها هو المدور نعين ربع وحدات سوف نعين لأنها نسقطة يصبح أربعة أربع وحدات إذن ها هي أربع وحدات هنا الأربعة ثم نأتي إلى مركز A ونقوم برسم دائرة مركزها A هي التي هي صورة الدائرة الخضراء انظروا جيدا ها هي تلك الدائرة التي مركزها A ونسقطها كم ضاحظ يعني هي دائرة مثل ما نقول كابرت فقط انظروا جيدا بعدما كانت الدائرة الأولى هذه السغيرة هذه هي نفس القطر وهذا هو إثنان كابرت بهذا التشابه لما كابرت كم كابرت كابرت بأربع مرات يعني لو نأتي إلى حجم هذا القرص الأزرق وحجم القرص الأحمر هذا ليس هذا السغير لا فيكون أربع مرات أكبر منه أربع مرات لأن تقول النسبة تضرب في المربع يعني هذه دائما في المساحات تضرب في المربع بهذه البساطة المطلقة ابنائي إذن هذه طو فتحة وهذه طو جمعة النقط التي لها نفس المركز وهو بهذه البساطة وفي الأخي أبنائي وبناتي الأعزاء أتمنى قد استفدتم من هذا الفيديو ولا تنسون بالدعاء لنا بالصحة والعافية والترحم على رحمة طاهرة جزاكم الله خيرا وزوروا صفحتنا لي صفحة الفيسبوك للأستاذ نور الدين ليصلكم جديدنا باستمرار ودمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته